اشتركوا في القناة انجازات عديدة من قبل ابناء مملكة البحرين في المجال التقني برزت على الخريطة العالمية ما اكد العزم المتواصل على تحقيق الانجازات المشرفة للمملكة في الفضاء الرقمي باعتباره عاملا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة فبدءا من مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والتمكين الرقمي استطاع هذا المشروع الفريد وبدعم ملكي سامي من تطوير المنظومة التعليمية الالكترونية ونعكز بشكل ايجابي على التطور وارتقاء الحركة العلمية تماشيا مع المسيرة التنموية الشاملة حكومة المملكة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لم تغفل عن هذا الجانب فقد عملت على توفير المقومات الداعمة والمعززة لمهارات الكوادر الوطنية ومواهب التكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتهيئتها لمواكبة التحولات في بيئة العمل بالقطاع الحكومي والخاص عبر تنفيذها لعدد من المبادرات الوطنية لتسريع الابتكار وكان للشباب نصيب ايضا للانطلاق عالميا في هذا القطاع من خلال حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب على تطوير قدرات الشباب البحريني وإتاحة الفرصة لهم للمنافسة عالميا وتجلى ذلك في مركز ناصر للبحوث وتطوير الذكاء الاصطناعي ورعاية سموه لعدد من المسابقات ومنها بطولة ومسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لمسابقة البحرين الوطنية للروبوت ومسابقة خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي ما أسهم في إبراز القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الشباب في مجال العلوم والتكنولوجيا هذا ووفرت المملكة برامج للتدريب والتطوير في هذا المجال فقد أطلقت صندوق العمل تمكين بالتعاون مع كلية بولي تكنيك البحرين وشركة مايكروسوفت أكاديمية الذكاء الاصطناعي بكلية بولي تكنيك البحرين والتي تعد الأكاديمية الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط هذا العمل المستمر التكاملي مكن مملكة البحرين من التمييز على الخريطة العالمية من خلال توفيرها للبنية التحتية القوية وتوافر رأس المال البشري الذي يتمتع بكفاءة عالية في المجال الرقمي